كثيرة جدا في هذه الأمة مسألة الصدام المستمر بين الزوج والزوجة مسألة الصراع ويبقى عندهم أولاد والتهديد في النهاية تحت مظلة أن الشرع أقر للرجل أربعة يعني المجال كما تفضلت مجال تربوي أكثر منه مجال إفتاء ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز ومتى وكيف وما إلى ذلك أظن في سياق حديثنا عن التميز والإحسان والإتقان وما إلى ذلك الكلام موجه للرجل والكلام موجه للمرأة في آن واحد أظن أن إحسان وإتقان القيام بمهمات الزوجية الأبوة والأمومة والرجل والمرأة كل منهما مسؤوليته أن يحسن إلى أقصى حد ممكن فيتميز في إحسانه فإذا تنافس الرجل في القيام بواجباته إذا نافس المرأة في القيام بواجباته كرجل وإذا نافست المرأة وحاولت المرأة أن تتسابق مع زوجها ومع نفسها في إتقان ما هو مطلوب منها وما أظن أن إمكانية التفاعل والتكامل والأنس والسكن الذي يمكن أن يأتي من الطرفين يمكن أن يذيب كثير من جوانب التمرد والنشوز والمشكلات أو أسباب المشكلات فالأمر مرهون بالطرفين وليس بالطرفين واحد هذا لا يعني أن الرجل لا يخطئ يخطئ والمرأة لا تخطئ لكن المسؤولية في النهاية مسؤولية مشتركة وفي النهاية في حقوق وواجبات وفيه أيضا أسرة كبيرة الأهل هنا والأهل هنا كلهم يشتركون في إعانة الزوج وإعانة الزوجة على أن يكون التفاعل في داخل أفراد الأسرة على الوجه الذي يعين الجميع على الخروج من الحاجة إلى الحديث عن التعدد سواء بنية صحيحة مقصودة أو تهديد بهدف الضغط على الطرف الآخر أن يقدم تنازلات أو يقدم خدمة زائدة أو ما إلى ذلك أظن أن الأمر في النهاية إذا أحسن كل منهما القيام بدوره بطريقة ينافس كل منهما الآخر في التقرب إليه وفي الإحسان بالقيام بواجباته ربما تزول قدر كبير من أسباب المشاكل يزول والله أعلم والحديث موصول إن شاء الله حول هذه القضايا في خلال هذه الساعة وهذه الصارة أم يوسف من مصر تفضلي أسفين على اللقاء